معانا مين؟ أستاذ عمر لسه معانا؟ أستاذ عمر؟ أنا معاك تفضل أستاذ عمر أستاذ عمر سلام عليكم عليكم سلام حكاية تفضل أستاذ عمر لك يا دكتور الحمد لله أنا هختصر لحضرتك عشان وقت البرنامج أولا أنا بشكر بريء إعداد البرنامج لأن فعلا فيه أرقام تليفونات وفيه رد وبشكر حضرتك على ساعة صدرك الله يرضى عنك تفضل أستاذ عمر سؤالي سريعا خاص بالخيانة الإلكترونية أنا الأول بناشد أي زوج أو أي مقبل على الزواج بالله عليك إن كنت ستتزوج سيدة محترمة ما تغلطش وما تعملش أي نوع من أنواع الخيانة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية لأن المحترمة لا تقبل ذلك طيب الموضوع بتاعي أخطأت خطأ فردي فأول زوجنا أصدق فردي يعني مرة واحدة أصدق فردي يعني مرة واحدة مرة واحدة يا فنم وده يبقى أنت فهمت الكلام اللي إحنا قلناه في الحلقة مرة واحدة أيوة فنم أيوة فنم وحصل إن كانت أخطأ غير الخيانة مثلا كنت بكزيب وكزباء يعني ما يصدق الخيانة فيه حاجة مع منظومة الخيانة بيبقى فيه مع الخيانة كدب واخداع ولوح وحاجات زي كده ولف ودوران طيب الخلاصة عشان أقتصر الوقت أنا من شهور ومع أني زوجتي مع شهود أخوتها الكبار لأنها أصغرهم والكبار إن شاء الله على راسي من فوق وهم قباري كمان أني أوقفت حياتي بأن أي خطأ هيبدر مني سواء بالكزب أو بالخيانة فده مع انتهاء حياتي بالرغم إن فيه طفلين حالين في حياتنا طيب ربنا يحفظهم عفاء وسلام وفي المدارس تمام طيب الكلام ده من شهور صبرت المشكلة يا دكتور يعني أنا كان نفسي إنها تحضر لأنها كنت بتتصل وهي كانت متواجدة لكنها نسبت فكان نفسي إنها تحضر وأنا بكلم حضرتها الحلقة تنزل على السوشيال ميديا بإذن الله أنا مسجل كمان مسجل حضرتك في كلمة دي عشان أنا محتاج كلمة حضرتك تعال أقول لحبيبك بقى حاجة عشان بس نختصر وقت أنت دلوقتي اللي أنت فيه اللي أنت حاسس أن الدنيا فيه بلوك أنت حاسس أنت فيه حيطة قدامك وما بيحصلش أي استجابة صح؟ لحد النهاردة بتعامل بتعامل بخطأي لحد النهاردة وأنا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم تلاتة أنا توب تتوبة نصوحة من كله من الكذب ومن الخيان تفضل تفضل إحنا رحلة التعافي عشان بس وعشان كده قلت فاكر الخطوة الخامسة بتاعتنا كانت إيه؟ أيها فنم أقدر طب إسمع طيب لازم أقول لك حاجة علمية عشان تقدر تعرف التأدير أيها فنم وإنت وإنت للأسرع تسمع على اللي أنا أقول لك ده التعافي حسب الكسافة وحسب الحب بيبتدي من 6 أشهر لغاية سنتين والمسألة دي محتاجة صبر وإنت هتصبر بحقه حقيقي لما أنت تتغير من جوه أنت وتحس أن أنت لا أنا أنا بدي له حقها أنا في الحقيقة يعني أنا مش بتزل ده أنا بسترد حبيبي أنا هو اللي هو فيه ده بسبب أنه هو موع قوي لأنه كان بيحبني قوي هتقول لي طب ما هي ممكن تكون بتتدلع يا سيدي هي لو بتتدلع هي الكلام دوت مهمة عشان هي تتعافى لو أنت لو أنت مقرر من أنت هتستعجل ممكن تباوز كل حاجة هدي بالك اللحظة اللي بيحصل فيها التعاف والانتقال هي لحظة مش هي المسؤولة عنها بالمناسبة القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن بتقول لي طب هي تحاول مين قال لك أن هي ما بتحاولش هي بتحاول ده فيه أنا آسف يعني أقول لك التعبير كده بس إحنا عارفينه في الإرشاد الزواجي فيه كلاب سهرانة في جواها الحب بيصرع إيه؟ بيصرع الكرامة والجرح والكسر اللي هي فيها فطول بالك هقول لك حاجة على الطيب خطرك وممكن تساعدك كتير قوي ادعيلها ادعيلها كتير ادعيلها كتير لأن ربنا سبحانه وتعالى قويها أن هي تتجاوز ده لأن إفرد هي شخص حساس الشخص حساس أصلا بطبعه ما بينساس بسرعة فدعيلها ربنا يكون في عنا وصدقني كل يوم أنت فيه بتثبت على اللي أنت بتعمله ده بيكسر جزء من الجدار اللي بينك وبينك أصبر وادفع باللاتي هي أحسن ادفع باللاتي هي أحسن ادفع باللاتي هي أحسن فاكر الراجل لما جيه لحظة النبي قال له أنا دفعت باللاتي هي أحسن وعملت كل حاجة بس ما حصلش إنسلاح قال له لا الله صادق في ما قال ولما يقول لك ربنا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يبقى أنت لازم تدفع باللاتي هي أحسن ادفع وعرف أن الحسنات ويذهبنا السيئات هيتهدى الجدار ويتبقى في أحسن حال كمل وما تخافش ويتأكد أن قلبها مش مقفول بس هي بتسارع بتقول إيه اللي يضمنني في اللحظة اللي هتحس إن انت وصلت إلى حد إنك تستحق إن هي تعيد الثقة فيك هتعيد الثقة فيك وربنا هيوفق إلى ده ادعي لها ويدعي النفسك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم ويفتح عليكم ويرزقكم رزق حسن لكن إياك تستعجل أنا بقولك إياك تستعجل اللي استعجل مش في مصلحتك يا سادة النهار ده هو واضح إن احنا تكلمنا في موضوع مهم وأظن نحن ممكن نفكر إن احنا نتكلم في الموضوع ده مرة تانية من وجهات نظر تانية ومن مداخل تانية لإن الموضوع في الحقيقة يستحق إن احنا نتكلم فيه والموضوع ما هوش هاي مش عشان الخيانة دي بتتعلق بشيء ممكن يحصل له بات سيكتور والتليفون يروح والتليفون يبوز يبقى الفكرة ماتت ولا يبقى الشيء الخارب اتعمر الحاجات دي بيحصل فيها انتكاسة وتقف وترجع تاني احنا محتاجين ندخل في رحلة من رحلات التحصيل للنفس وكمان رحلة من رحلات التعافي تعالوا نكون نعاون لبعض قربوا من بعض اخيانة الإكترونية هي شغل فجوة وفراغ بيحصل ما بين قلبين كانوا لازم طول الوقت يكونوا أقرب لبعض من أي حاجة تانية اتوكلوا على الله ولو أي حد خايف من أي حاجة يبتدي النهاردة ويتكلم مع شرك حياته مش يدعبس في حياته يدخل كجزء أساسي من حياته وربنا يوفقه انه يكون عاوني ليه انه يجعل قلبه دايما مستحضر انه ربنا ناظر إليه يا رب يعاننا دايما من أهل الحياة منك اللي يخلينا دايما نسون الأمانة ونسون المحبة ونسون كمان العشرة ترجمة نانسي قنقر